موسيقى فكرة هو أنني كانوا الناس كيشوفو داك العمل اللي كان عمل تيقولوا خسارة يكون عنده السلم واحد بغاوي حسنوا الرضاية طبعا كان الإدارة كانت صراحة البرلمنت سبعة وسبعين كانت إدارة إدارة ما كانش شي واحد كياخد كتر من حقه قالوا لي خسك تقرأ ما عنديش واحد القاعدة باش نقرأ كي قلتلك في الحلقة السابقة أنني قلت كندير التوتيق عملت مئة عمل توتيقي أعمال عديدة هذا التوتيق كان ورّي لرئيس فاريه كان ورّي لهذا كان ورّي لهذا أتبارك الله عليك هدي مزيانة هدي إلى آخر كانت ساعة كانت ستاشر هذا كيقول لي لا فضل مقدمة كنت يتعمل هذه الكلمات زول هدي وأنا كان مروا منهم هادك التوتيق يعني بجّة الفكرة دي الكتوب في ألفين وخمسة جمعت كل مما قيلة على مدونات الأسرة ومدونات الأسرة من 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 أحوال الشخصية من سبعة وخمسين إلى إلى مدونات الأسرة كل مما قيلة على هوا جمعتوا وعملتوا في موقع موقع عندي داخلي ماشي في هذا لشنو الجهاز البرلمان ولا الخطاب الملكية ولا إلى آخرين وهذا الموقع بديتوا لي اسمينا بادو كانت وزيرة تضامون عيش بها من جميل الشي كان عندي المرأة في الخطاب الملكية ضمن هاد هاد الموقع قلت لها هاد إذا بغتي وتعمله كتاب وتطبع قلت لي لا طبعه باسمك لشن طبعه إحنا هادي الفكرة الأولى اللي جات عملت هاد الأول كتاب اللي هو المرأة في الخطاب الملكية هو برامج الأحزاب السياسية والبرامج الحكومية بدأت الصحفة كتكتب عليها بدأت هذا يعني عجب لي الحال ما تمورها مباشرة عملت موسوعة برلمانية هاد الموسوعة برلمانية كانت تكون من 1200 صفحة ويعني غير مضغوطة لو كانت تعطيها بحال داباك وكان خرج منه واحد ستة ديال المجلدات فيها جوج موسوعة هاد الموسوعة فيها اللي بغتي على البرلمان ابتداء من المجلس الوطني استشارة 56 إلى 2008 في انصدرت هاد الموسوعة وهاد الموسوعة بينقوستان موجودة في جامعة هارفارد وجامعة أكسفورد وفي مكتبة الكونغريس الأمريكي بل إضافة طبعا المكتبة الوطنية ومجموعة دياله من هنا عملت كتاب البرلمان في جياد قضاء الدستوري جميع القرارات والمقرارات اللي صدرتها الغرفة الدستورية أو المجلس الدستوري متعلقة بالبرلمان جمعتها في كتاب وطبعتو ديت موسخة الرئيس المجلس كان عقل ومنين شافها ناد باسلي راسي وقالي ما عندي مساك السبنس انت ساعة تسينة لواحد درجة ما تصوش احنا بغينا نعملوا موقع وحيرين الآن عطيتنا الأرضية وهي باش الآن عندهم موقع ده بقى أي حاجة بغيتيها تلقاه في الموقع الكتاب الثالث درت البرلمان والحكومة تاكيرا والتاريخ دار اللي تقديم فيها رئيس مجلس النواب أستاذ مصطفى المنصوري درت الأمثال الشهبي أروع الحكايات أروع الحكايات من أفوال الجدات أطيب الأحاجة والأمثال من أفوال نساء ورجال درت اليهود المغربة في المنظومة القانونية من 1913 إلى 2007 ودرت لتقديم سيرج برديكو رئيس الطائفة اليهودية بالمغرب واللي درت لي الخاتمة بأستاذ أندريا زولي مستشار جلالة المالك درت أقول الأحداث التي طبعت طارق المغرب من 1900 إلى 2010 موسو عاديا الحكومات والغزراء اللي بغيتي على الحكومات والغزراء يعني السن باش دخلوه كل واحد شحال دوز كالي دوز 2-30 يوم وكالي دوز 3-30 سنة كوزير وكالي كان عنده من تسمية واحدة كتصيبه وزير النقل وكالي عنده عشرة حضاش ديه وزير كده وكده وكده إلى آخره السن باش دخلوه العلاقات العائلية للوزراء اللي سبق لهم دخلوه السجن إما قبل استقلال أو أثناء استقلال أو كانوا وزراء أو من بعد ما خرجوا من الوزراء أشياء عديدة تسميات الوزراء كيفاش كانت الأنباء واللات الإعلام واللات التصال كده والتواريخ فجت الحكومة كلهم وكل حكومة شحى لمدة اللي قضات والتعديلات اللي جات فيها هذا يعني واحد الموسوع حتى ودي الحكومة فيها الشيء الكثير درت معجم المصطلحات السياسية وانتخابية والبرلمانية ألف مصطلح ومصطلح مع الشرح شنية النقطة نظام شنو المعزل شنو الناطق الرسمي باسم الفارق شنو إلى آخره كل هذا فنقولك يمكن نسأل الآن ولكن رأى ثلاثين كتاب الآن رأى أربعة الكتوب تقريباً طبع واحدة رأى خرجت نصها هذا كي طبعه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والأستاذ أحمد بوكوس العامد هو اللي عمل للتقديم كي طبعه هما المعهد الأمازيغية في في الشريع المغربي من ألف وتسعمية وتلتاش إلى ألفين وعشرين وكتاب هذا أنا يعني جمعت كل ما تقل عليها في الصحفة والمقالة اللي انشرته إلى آخره كين كتاب الآن رأى أنت سيم صطفى الكتير الكي يشوفه وغادي عمل له تقديم عملته على مقاوة موجيش تحرير في الخطاب الملكية من السلطان محمد الخميس إلى الملك محمد السادس قلت كي ثلاثين كتاب كي صعب عليها نذكر أنا الكتوب كلها مع كامل أسف مع كامل أسف اللي خلت هو أنني الحمد لله أنا كان هدفي من هاد الكتوب ومن هاد الشي كله هو نخلد اسمي أنا اللي كي همني هو إلامت هدعب الطاعفي لمات هدعب الحيب النس اللي كان شاوش وكان خرز وكان يعني ما قاريش يبقى اسمي كيتداولكي كيتداولو ناس العظماء اللي دازوا أنا مش عظيم حشوي الله ولكن بغيت اسمي بقى كيتداول مع كامل أسف ما عرفتش علاش أكيد الناس كي يحترموني الناس كيقدروني كي يعرفوني كيتصلوا وكي هذا ولكن الشي عرض فعلي شي أنا أقل كتاب فيهم لو كان عملوا شي واحد عنده عنده شي واسيطة لو كان تقدموا صاحب الجلالة ولو كان كله الشيء الكثير ولكن أنا مع كامل أسف ولكن كان قولا دي حكمة ربانية ما كان ما عنديش مشكل نهائيا ولا درهم واحد أنا اللي كي همنيتي قلت لك هو اسمي كان بشي على المنطبعات نقول له ربح نتوخص عني أنا بغيت سيني تسمع عبد الحيب النصر أخرج كتابه هذا هو الهدف ديالي اشتركوا في القناة